السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي المغاربة الأحرار في المكنتو داخل أو خارج أرض الوطن مرحبا بكم تنتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية كيفما تنقولوا دائما الله حفظت البلاد هذه من كل شر إذا الإخوان والأخوات كيفما لحظتوا في العنوان في هذا الفيديو فقدينطرقوا الجوج ديال النقاط النقطة الأولى كتتعلق بمستجدات بخصوص ملف المرحومة إيمان تسونامي ومستجدات جديدة إخواني أخواتي كتتعلق بالضبط بأخبار ومعلومات لصرح بها ريضا والتشينوية صديق المرحومة إيمان تسونامي ولي تحدد حول دائرة من المشكوك في أمرهم أو للمشتبه فيهم بخصوص تسمم المرحومة إيمان تسونامي وأيضا رد فعل الشيخة تراكس بخصوص الواقعة وفي النقطة الثانية إخواني أخواتي فقدينتحتوا في ملف دونيا باطمة والشيكاية الأخيرة أو للجلسة الأخيرة وأخبار بخصوص أن دونيا باطمة كتعتازم أنها يعني تشدد الخناق على ريضا البوزيدي وأيضا سعيدا شرف فعلى بركة الله الإخوان والأخوات نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو كيفما قلنا في البداية فقدينتطرقوا الموضوع إيمان تسونامي المرحومة إيمان تسونامي الله وليه برحمة الله ففي آخر تصريح والذي في آخر مستجدات بخصوص هذه القادية في اليوتيوبر ريدا والشينوية والذي معروف أنه كان أحد المقربين أو أحد الأصدقاء المحببين عند إيمان تسونامي بحيث أنه كانت تجمع بها واحد المعرفة بالخليج بدوباي وأيضا بمجموعة الدول الخليجية وفي المغرب أيضا وكانت بناتهم وحد العلاقة اللي كانوا يعودوا أسرار بعضهم البعض فريدا والشينوية وفي خروج إعلامي له في حد المنبر إعلامي مغربي فصرح بأنه يوم العيد المولد النبوي أو لذكر المولد النبوي الماضي واللي كانت كتزامن تواجد إيمان تسونامي داخل المسحة واللي كانت في حالة آنذاك حالة استعجالية فجمعوا بها واحد اللقاء وأنه زارها المستشفى وسولها سؤال مباشر وقال لها شكون مول فعلا قال لها إيمان واش تقدري تقولي لي شكون مول فعلا قالت له بالحرف الواحد قالت له كنا إحنا 14 قالت له بأن في هذه الحفل كانوا هما 14 شخص 14 شخص بما فيهم هي إذن 13 شخص يعني مشكوك في الأمر ديالهم بالنسبة الدائرة الكبيرة ديال الشك اللي يعني كانت كتشك فيها المرحومة هذا 13 شخص يعني كانوا في هذا الحفل كلهم من الوسط الفني مش بالضرورة من المجموعة اللي فيها إيمان تسونامي ولكن كلهم من الوسط الفني وهذا الشي كامل يعني كتوازم على الكلام اللي قلنا سلفا واللي قلت لكم إخواني أخواتي بأنه يعني المتورطين الرئيسيين في تسمم إيمان تسونامي ما غديش يكونوا بعاد على الدائرة ديال المقربين من المرحومة وأيضا غدين يكونوا من الوسط الفني المغربي هذا الأمر اللي كيزيد أنه يدعمه هو الكلام ديال خاليد العوني خاليد العوني اللي تحدث على تواجد واحد العصابة اللي كتنشط بهاد الأعمال القادرة واللي كتقوم بهاد الأعمال ديالها في الوسط الفني يعني عصابة الهدف ديالها هو أنها يعني كتستهدف كل واحد يعني يطلع وصلوا حد المستوى من الشعبية وما دخلش معهم في الصف فكيقوموا بالآداء دياله سواء أنهم كديروا ليما كيدا وكيمشي للسجن سواء كيصفيه عن طريق حادث مفتعل أولا كيقوموا بتسميم دياله بهاد الطريقة اللي يعني توفات بها المرحومة والفاقيدة إيمان تسونامي فريضا والشينوية يعني فجر الرمانة بخصوص هاد المعطى وقال بأن إيمان تسونامي قالت له بأنها كانوا في هذا الحفل 14 لما وجه ليه سؤال مباشر بخصوص هاد الحيتية ديالشكون هما المشكوق في الأمر ديالهم فتحياتنا أولا يعني الرجال ديالتحقيقات اللي كيقوموا بتحقيقات يعني موسعة في هاد الملف ومعنوش على النتائج ومعنوش على النتائج إلى أن يعني يوصلوا إلى نتائج اللي هي قريبة في التحقيقات لا زالت مستمرة إخواني أخواتي في هاد الملف وارتباطا به به هاد الملفة شيخة تراكس اللي كيف ما كتعرفوه اللي هي غنية عن التعريف المغرب فحتى يدارت وحضرت فعل وقالت بأنه يعني في منشورات بأنه يعني خاص للناس يحتاطوا وأنهم يتاخدوا الحالة ديال إيمان الصنامي الله يواليها برحمة الله كمثال وأنكم متاكلوش من عند منوالا فهذا الكلام هذا قلت لكم إخواني أخواتي سلفا فخاصنا ناخد العبرة خاصنا ناخد العبرة وندعيوا الإيمان بالرحمة والمغفرة فهي تابت قبل ما ما توفى الحمد لله يعني علنات التوبة ديالة علنتها وشهدات ثلاثة ديالة المرات وعلنات أنها تابت بصفة نهائية ففعلا خاص الإنسان يحتاط لأن الوقت لا تخيبه ومن ياكلش من عند أي واحد والإنسان دائما يدير في باله بحلم هذ الأمور هذي ديال التسميم والتوكال والسحر والشعواذة ولمشيوا إخواني أخواتي إلى النقطة الثانية واللي كتعلق بالملف ديال دونيا باطمة وسعيدة الشرف فكيف ما كتعرفوا إخواني أخواتي هذ القادية فهي وصلت إلى الجلسة الثالثة واللي تقامت يوم الاثنين الماضي يوم أمس فهذه الجلسة يعني خلات أن دونيا باطمة من بعد ما يعني ما جوش ما حضراتش سعيدة شرف وما حضرش ريدا والتشينوية فكينا معلومات إخواني أخواتي اللي تفيد بأن دونيا باطمة عينات ربعاء ديال المحاميين فاتصوروا معايا إخواني أخواتي دونيا باطمة المتابعة والمدانة في ملف حمزة مونبيبي واللي محكومة بعام ديال السجن واللي الكل يعني يكن تاضر يعني إصدار القرار نهائي ديال محكمة النقد فهي الآن في جبهة جديدة كتتعلق بالقادية ديالة مع سعيدة شرف واللي عنده وحد الارتباط بملف حمزة مونبيبي لأن التهم الموجهة سعيدة شرف في هذا الملف هي السب والتشهير في أيام يعني خروجها الإعلامي في ملف حمزة مونبيبي فكانت ثبات ووجهات يعني إهانات بحسب الاتهامات ديال دونيا باطمة لدونيا باطمة فدونيا باطمة عينات ربعاء ديال المحاميين باش أنها يعني تكبر الملف وتجعل منه وحد الملف اللي كبير وكبير جدا وأنه يعرف زخم إعلامي كبير فعينات ربعاء ديال المحاميين من أجل أنهم يرافعوا وياخدوا لها حقها من سعيدة شرف وريضا البوزيدي اللي احتوا بدوره مسلمش من شكاية دونيا باطمة فشكاية دونيا باطمة شملات ريضا والشينوية الاسم دياله الأصلي ريضا البوزيدي فإحنا الآن في الجلسة الثالثة دونيا عينات ربعاء ديال المحاميين التهم هي معروفة العقوبات أكيد إلى تم إتباتها فغادي تم تراوح ما بين ثمانية أشهر وسانة سانتين لأن هذا والحد الأقصى ديال السبب التشهير زائد تعويضات مالية على أي الملف هو في البداية دياله إحنا الآن في الجلسة القادمة غدا تكون الجلسة الرابعة ولا غدا تكون في البداية ديال الشهر القادم غادي نترقبوه وغادي نحضره لأنه وصلتنا معلومات بأن المحكامة واللقادي التحقيق يعني فرد حضور وإجبارية الحضور إلى الجلسة القادمة كلنا ترقب باش أننا يعني نعرفوا أشنو غادي وقعوا وانتشاركم معكم إخواني أخواتي كل مستجدات بخصوص هذا الملف إلى هنا جيت الختام ديال هذا الفيديو ختاما كنتمنى لكم إخواني أخواتي تمام الصحة والعافية وكيفما تنقول دائما الله يحفظ هذا البلاد هذه من كل شر وخير الختام السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته